بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية للصف الثاني عشر درسنا لهذا اليوم يندرج تحت مهارة الكتابة بعنوان كتابة محضر اجتماع أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أولاً أن يستخلص العناصر البنائية والفنية لكتابة محضر اجتماع ثانياً أن يكتب محضر اجتماع لأحد اجتماعات النادي الرياضي عزيزي الطالب ما المقصود بمحضر الاجتماع؟ تفضل يا أحمد هو صحيفة مكتوبة لتدوين أحداث جلسة أو اجتماع ما وكتابة أهم ما يناقشه المجتمعون خلال اجتماعهم؟ أحسنت يا أحمد والآن عزيزي الطالب أوقف التشغيلة ثم تأمل نموذج محضر اجتماع فريق الإبداع الأدبي ثم أجب عما يأتي من الأسئلة ولا تنسى إحضار قلمك وتفترك لتدوين أهم النقاط والآن سأطرح عليكم السؤال الآتي ما العناصر الأساسية لمحضر الاجتماع السابق؟ تفضل يا خالد العنوان محضر اجتماع فريق الإبداع الأدبي بالمدرسة الموعد إنه في تمام الساعة العاشرة صباحا التاريخ ندون يوم وتاريخ الاجتماع المكان لا بد لك عزيزي الطالب من تحديد مكان الاجتماع أسماء الحاضرين نكتب أسماء الحضور أسماء المعتذرين ندون أسماء المعتذرين عن حضور الاجتماع أسماء الغائبين هنا نقوم بتسجيل أسماء الغائبين عن حضور الاجتماع بوركت يا خالد أبناء الطلاب نتابع العناصر الأساسية لمحضر الاجتماع قائد الاجتماع لاحظ عزيزي الطالب وقد استهل مشرف الفريق هنا لا بد لك من تحديد قائد الاجتماع بنود الاجتماع في هذه الفقرة اكتب أهم البنود التي تراها مناسبة لاجتماعك بهدف مناقشتها مع أعضاء فريقك لاحظ معي البندين الأول والثاني على سبيل المثال ترشيح ممثل الفريق في اجتماع فرق المدرسة وضع برنامج عمل الفريق خلال العام الدراسي وهكذا عزيزي الطالب تستطيع أن تدون ما تريد من بنود لاجتماعك في هذه المرحلة وبعد تدوين أهم البنود لا بد لك من مناقشتها مع الأعضاء وهنا يأتي البند العاشر مناقشات بنود الاجتماع عزيزي الطالب بعد مناقشة البنود لا بد من الوصول لأهم القرارات والاقتراحات التي تم التوصل إليها وتدون للعمل بها تابع اقتراحات برنامج عمل الفريق إقامة مصابقة على مستوى المدرسة في الخطابة إعداد مسرحية لعرضها في الحفل الختامي لنشاطات المدرسة تنظيم مصابقة ثقافية ترصد لها الجوائز المجزية إقامة عدد من الندوات الشعرية والأدبية تنظيم مصابقة في البحوث اللغوية وتلخيص الكتب بهذه الطريقة تستطيع تدوين أهم القرارات والاقتراحات التي تراها مناسبة من إجهة نظره وأخيرا لا تنسى عزيز الطالب تحديد موعد انتهاء الاجتماع محمود اذكر العناصر الأساسية لمحضر الاجتماع الصادق أولا العنوان ثانيا الموعد التاريخ المكان ثالثا أسماء الحاضرين في الاجتماع والغائبين والمعتذرين رابعا بنود الاجتماع خامسا المناقشات والقرارات والاقتراحات سادسا موعد انتهاء الاجتماع أحسنت يا محمود أبناء الطلاب هذه العناصر تشكل الخصائص البنائية لكتابة محضر اجتماع فلابد من مراعاتها أثناء الكتابة أبناء الطلاب بعد عرضنا لمحضر الاجتماع الصابق والتعرف على أبرز خصائصه سأطرح عليكم السؤال الآتي ما أهم الخصائص الفنية والبنائية لكتابة محضر اجتماع تفضل يا خالد الخصائص البنائية أولا الموعد التاريخ المكان ثانيا أسماء المشاركين في الاجتماع والغائبين والمعتذرين ثالثا قائد الاجتماع رابعا بنود الاجتماع خامسا الخرارات والاقتراحات سادسا موعد انتهاء الاجتماع الخصائص الفنية أولا المعلومات محددة ومنظمة ثانيا دقة الصياغة اللغوية والأسلوبية ثالثا الإجاز في ددوين الملاحظات والنقاط الرئيسة رابعا توظيف علامات الترقيم وأدوات الربط المناسبة أحسنت يا خادت عزيز الطالب ألفت انتباهك إلى ما يراعى عند كتابة محضر الاجتماع أولا كتابة الاقتراحات وأسماء مقترحيها ثانيا كتابة النقاط الرئيسة حسب تسلسل مناقشتها ثالثا تدوين محضر الاجتماع بصيغة الماضي رابعا عدم كتابة الرأي الشخصي لكاتب المحضر والآن عزيز الطالب وقبل أن تبدأ بكتابة الموضوع المطلوب عليك القيام بالخطوات الآتية أولا اطلع على نماذج متعددة لكتابة المحضر في موضوعات مختلفة ثانيا جهز مفكرة خاصة لتدوين محاضر الاجتماعات ثالثا أحضر جهاز تسجيل لتسجيل وقائع الاجتماع حتى لا يفوتك شيء مهم عزيز الطالب كن موجزا في تدوين الملاحظات والنقاط الرئيسة التي نقشت خامسا دون بدقة القرارات الناتجة والمهام التي تم التكليف بها والأشخاص المكلفين بكل مهمة سادسا اكتب موعد انتهاء الاجتماع سابعا وظف علامات الترقيم وأدوات الربط المناسبة لتوضيح أفكارك عزيز الطالب وبعد الكتابة قم بالآتي أولا احتفظ بالمستندات المهمة ككشف أسماء الحضور والتقارير والمذكرات وغيرها ثانيا راجع محضر الاجتماع وعالج الأخطاء اللغوية أو الإملائية أو التنصيقية إن وجدت ثالثا فعل صحيفة التقويم الذاتي للاستفادة منها في تقويم الأداء وأخيرا ننتقل إلى سؤال كتابة المحضر أوقف التشغيل ثم اقرأ السؤال جيدا أكتب محضر اجتماع لأعضاء فريق النادي الرياضي الذي أنت عضو فيه حيث سيتم خلال الاجتماع انتخاب مجلس إدارة النادي ورؤساء اللجان الفرعية ومناقشة الخطة الفصلية للنادي والفعاليات المزمع إقامتها ومواعيدها المناسبة وما يلزمها من ترتيبات ملتزما العناصر الأساسية لمحضر الاجتماع ومراعيا خطوات كتابة المحضر والسلامة اللغوية والإملائية عزيز الطالب لا تنسى توظيف الخصائص البنائية والفنية لكتابة محضر الاجتماع اعرض ما كتبته على معلميك وزملائك ثم دون الملاحظات للاستفادة منها في تطوير محضرك لاحقا عزيز الطالب احرص على تفعيل صحيفة التقويم الذاتي للاستفادة منها في تقويم أدائك وفي الختام أشكر لكم حسن استماعكم وإلى اللقاء مع درس جديد من دروس مادة اللغة العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر